ويمكن عشان كده انا بتقدم يمكن للشكر لغرفة مقدمي الرعاية الصحية على التعاون الكبير جدا اللي النهاردة من خلال المستشفيات الخاصة وكل الكيانات الصحية الخاصة التعاون النهاردة اللي بقى بيحصل مع الدولة في هذا الموضوع انا بتابع مع حضراتكم جميعا ايضا كان عندنا مشكلة فيما يخص الادوية ونقص الادوية ودي يمكن بس نحابب اوضح لنا كلنا قضية هنا مهمة جدا طبيعي جدا في هذه الجائحة ان كلنا نبقى مخضوضين وكلنا عايزين نؤمن احتياجاتنا من الادوية كل ما بنسمع ان فيه دوا معين ممكن يساهم في العلاج او الوقاية كلنا عايزين ناخده ونجري عليه وبذكر حضراتكم يعني لما حصلت في البداية الجائحة وكان ابتدى يحصل نوع من التكالب من الموطنين على السلع التموينية والاكل والشرب وكل الكلام ده كلنا قلنا ان احنا كدولة هنوفر كل حاجة ولا يوجد داعي للمواطنين ان هما يتكلبوا على الشرى والتخزين وحضراتكم الحمد لله اعتقد نجاحنا بصورة كبيرة جدا ان احنا مفيش مواطن شعر اليوم ان هناك نقص لاي سلع نفس الكلام لموضوع الدواء لما بيحصل عندنا تكالب شديد جدا على شرى بدون داعي طبيعي جدا هيحصل نقص ومع ذلك التوجيه كان مع هيئة الدواء وكل شركات انتاج الادوية حاليا بتشتغل على مدار 24 ساعة 3 ورديات وعايز اقول لحضراتكم ان ما ينتج حاليا في اسبوع المفروض في الظروف الطبيعية بيكفي بيكفي الاستهلاك لمدة من 3 الى 4 اشهر لكن اللي بيحصل نتيجة للتكالب الشديد على الشرى والتخزين ان الحاجات دي بتنفذ على طول في خلال ايام انا عايز اأكد لحضراتكم ان احنا النهاردة فيه تنسيق كامل والمواد الخام بتاعت الادوية موجودة والادوية النهاردة كل الشركات شغالة على مدار 24 ساعة وان شاء الله يعني باذن الله في خلال الاسبوع القادم يعني حتنختفي هذه الظاهرة بالكامل وحيبقى كل المستلزمات والادوية موجودة ومتاحة في كل الصيدليات مرة اخرى انا بأكد ارجو من السادة المواطنين عدم التكالب على الشرى الادوية موجودة ومتوفرة وحتتوفر باكثر من الكميات اللي حضراتكم متاحة النهاردة في خلال الايام القليلة القادمة كل اللي ارجوه ان حتى لو حنشتري نشتري على قد احتياجاتنا فقط ولا يكون بموضوع ان احنا مجرد بنخزن وبناخد بكميات لفقط ان احنا الاحتراز لان ده طبعا بيؤثر ان عدد اخر ما بيقاش قادر ان هو يحصل على هذه الادوية الحقيقة بالتوازي مع كل هذا الموضوع كان لازم ان احنا بننظر يعني الى النهاردة المعدلات الاصابة ويمكن بنشوف العالم كله ان ابتدى كل العالم بيعي تماما ان هذه الجائحة يعني مش هتزول بالصورة اللي احنا متخيلين كانت بتحصل قبل كده في بعض الامراض واعتقد كل المنظمات العالمية والدول اعلنت ان هذا المرض اللي هو كوفيد 19 هيظل متوطن خلاص وان احنا كلنا لازم نتعايش معاه ونتعامل معاه وعشان كده كان يمكن اجراءاتنا اللي كنا بناخدها في الفترة اللي فاتت من بدء التعامل مع هذه الجائحة هو عملية التوازن ما بين ان احنا ما نغلقش الدولة وما نغلقش القطعات الاقتصادية بقدر الامكان ولكن في نفس الوقت بنحاول ناخد كل الاجراءات الاحترازية لتحافظ وتسون صحة المواطن المصري بالتأكيد في قطعات تضررت واحنا عارفين هذا الكلام وكان هناك يعني توجيهات من السيد رئيس الجمهورية بالوقوف مع العمالة الغير منتظمة من خلال منحة استثنائية لمدة 3 اشهر اجراءات عملناها كثيرة جدا من خلال الدولة الحكومة والبنك المركزي سواء باسقاط العديد من المتأخرات والغرامات والمديونيات اللي كانت موجودة لدى الاجهزة الحكومية اعطاء تيسيرات وتسهيلات انا بعض شخصيا مع العديد من الشركات والقطاعات المختلفة في الدولة في الاقتصاد عشان كل همنا ان ما يحصلش غلق لهذه القطاعات وما يحصلش تسريح للعمالة عشان اهم شيء ان تظل عجلة الاقتصاد في الدوران وده اللي خلانا يمكن متمسكين بالاجراءات الاحترازية وما زلنا اللي احنا بناخدها عشان نستمر في الحفاظ على الارواح الموطنين ولكن مرة اخرى كل همنا في خلال المرحلة دي ان احنا عجلت الاقتصاد تعود للدوران بقوة وان احنا يعني نفتح بلدنا او الاقتصاد بصورة كبيرة علشان هناك قطاعات فعلا كانت تأثرت بصورة شديدة جدا وهناك ملايين الاسر اللي كان اكل عشها وشغلها من خلال هذه القطاعات زي قطاعات السياحة قطاعات المطاعم قطاعات الخدمات المختلفة اللي كانت بتقدم بصورة يومية للمواطنين وده اللي يمكن كنا حرصين فيه ان احنا كدولة من البداية كنا بنعلن ان احنا بنتجه الى الفتح التدريجي لمناحي الانشطة المختلفة ومناحي الحياة علشان نطمن في كل خطوة بناخدها ان احنا ما زالت الامور تحت السيطرة وتحت قدرة الدولة للتعامل مع هذه الجائحة اللي مرة اخرى لم تشهدها البشرية وحتى هذه اللحظة محدش يقدر يقول يعني مفرداتها ايه وايه اللي ممكن تنحسر فيه يعني شفنا بعض الدول بعد ما اعلنت انها انتهت من الموضوع عادت فيها مرة اخرى الجائحة في مناطق اخرى وشايفين الموضوع ديناميكي وبيتغير على الارض كل يوم فيمكن عشان كده احنا يمكن لما كنا اعلننا القرارات الاخيرة باستمرار الاجراءات الاحترازية اللي كانت سارية في شهر رمضان واستمرنا وقلنا هتستمر لمدة اسبوعين ولكن كنا كل لحظة بنقول ان احنا كدولة بنراجع الموقف على الارض يوميا وان احنا بنتحرك نحو الفتح التدريجي لكل الانشطة وعودة الحياة الى طبعتها مع التأكيد وانا بأكد عليها لابد من استمرارنا كمواطنين في اتباع كل الاجراءات الاحترازية للتباعد واهم شيء واعتقد حضراتكم شفتوا على الرغم من يعني تباين اراء الخبراء والمنظمات الشيء الوحيد اللي اجتمعوا عليه هو ضرورة لبس المسكات او الكمامات اللي على الوجه ودي اللي احنا بنشدد عليها في كل الاماكن اللي فيها يعني حيبقى فيها تجمعات او فيها تواجد للافراد ان احنا كلنا نبقى لابسين هذه الكمامات او المسكات لان هي دي فعلا اللي بتقينا وحتقينا جميعا من بصورة نسبية وبصورة كبيرة من الاصابة بالمرض فعشان كده انا بشدد على المواطنين الاستمرار في لبس هذه الكمامات والمسكات واحنا يمكن حضراتكم تابعته توفر كبير من ملايين الاعداد من هذه المسكات ويمكن بدأنا بقوة في انتاج المسكات القماش اللي تقدر انها تقعد لفترات اكتر من المسكات العادية اللي بتقعد في اليوم مرة واحدة تستخدم في اليوم الواحد بحيث ان يكون هدفنا ان يقدر المواطن انها تبقى في متناول قدراته ويقدر ان هو يستخدمها لفترة زمنية اطول مرة اخرى بقى شدد ان عدم الالتزام بلبس هذه المسكات بيعرض المخالف والمنشأة اللي بيتواجد فيها هذه المواطن للعقوبات والغرامات اللي احنا كدولة بنحطها عشان كده يمكن كنا احنا شايفين مع المراجعة ان احنا لابد ان احنا نتجه الى اجراءات اخرى لعودة العديد من الانشطة اللي احنا الحقيقة كنا بنتلقى كحكومة مئات والاف الشكاوى اليومية من استمرار غلق هذه المنشآت والمرافق الاقتصادية اللي هي فعلا النهاردة عدد ملايين الاسر بتشتغل فيها يعني بس انا عايز ادي لحضراتكم قطاع الخدمات اللي هو بيشمل مطاعم ومقاهي ومنواد رياضية وكل الحاجات دي كلها عدد العاملين فيها تلاتة ونصف مليون مواطن فلنا ان نتخيل حجم المعاناة اللي كان يعني المواطنين في هذه القطاعات النهاردة كانوا موجودين وبيعانوا منها في خليز الفترة وكنا في نفس الوقت يعني احنا كدولة حرسين كل الحرص على تحقيق التوازن بقدر الامكان فيما يخص ان احنا نرجع يعني باقصى قدر ممكن فتح هذه المنشآت لغاية لما نكون شايفين الصورة ممكن نكون النهاردة ايه الوقت المناسب ان احنا نفتح فيه هذه المنشآت فيمكن الحقيقة النهاردة يعني على مدار الاجتماعات المتوالية لمجموعة الازمة ولجنة الازمة يعني كان هناك العديد من القرارات ويمكن كنا اعلننا لحضراتكم ايه الاشتراطات والمعايير اللي احنا المفروض نتباحها في فتح كل المنشآت واعلنت وفيه مانيول او كتاب اتعمل ونشر لكل المنشآت المختلفة لما حتيجي نفتاحها الاجراءات اللي لازم كل مواطن يتباحها لما يدخل هذه المنشآت وده اللي بأكد عليه لكل مواطن حتى وإحنا النهاردة هنفتح بعض المنشآت كل الاجراءات الاحترازية اللي معلنة ومسكورة للدخول والاستخدام جوه هذه المنشآت يجب ان تتبع بالحرف ومخالفة وانا بقولها مرة اخرى ان اي مخالفة لتطبيق هذه الاجراءات الاحترازية ستعرض المنشآت للغلق الفوري اشتركوا في القناة